الضباب الكثيف تتوفيره ومردوداته المالية والخسائر المترتبة على عدم توفيره كل هذا وأكثر تطرقنا إليه عبر العديد من برامج قناتنا الرائدة قناة التغيير ونشدنا وزير النقل آنذاك كاظم فنجان الحمامي والذي لم يحرك ساكنا ليتضح الأمر جليا فيما بعد أن الآمر الناهي في صفقات وزارة النقل هو محمد بحر والذي تربطه صلة قرابة مع الوزير الحمامي وما بين الحمامي وبحر تبخرت كل الوعود لشراء هذا الجهاز المهم بحجاج الحفاظ على ميزانية البلد والوزارة السؤال هنا بعد معاناة المرضى ومن يتعرض لأمور اجتماعية شخصية مصيرية ومن لديه مصلحة تجارية ومن امتنع عن دوامه هل سيتم شراء هذا الجهاز من قبل الوزير المهندس عبدالله العيبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سيد عباس ناصر أم أنهما سيسيران على خطى سابقيهما ترجمة نانسي قنقر